توصل دار الأوبرا تقديم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الثاني والثلاثين على مصرح النفورة بدار الأوبرا المصرية وفي أسبوع الختام للمهرجان هناك باقة متنوعة من مشاهير الطراب المصري الأصيل ويحيي حفل الليلة الموسيقار الكبير عمر خيرت بباقة من أروع ألحانه التي أثرت في الوجدان المصرية المزيد مع باسم أبو العني المراسل التلفزيون المصري نعم تحياتي إليكم من دار الأوبرا المصرية لازلنا نواصل حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثانية وثلاثين وأسبوع مسك الختام هذا الأسبوع الذي يختتم يوم الخميس القادم بحفل ساهر للفنان مونة فاروق ومختارات طرابية وأيضا في يوم الثلاثاء من أشهر الموجودين الفنان الكبير هاني شاكر والذي يجدون أروع أغانيه في حفل كبير في مصرح النفورة في دار الأوبرا المصرية واليوم الأحد هذا الحفل الكبير حفل بطبيعة خاصة وبمذاق خاصة وحفلة بطعم مصر وليل مصر ونيل مصر وشعب مصر حفل موسيقى للفنان الكبير عمر خيرت الذي لن نقول بأن المكان كامل العدد ولكن كامل العدد بزيادة حيث يتوفد العديد من المواطنين من أجل حضور الحفلة في ليلة ساهرة وساحرة ينتظر عشاق الفنان الكبير عمر خيرت لدينا أيضا في هذا اليوم الأحد العديد من الحفلات المتزمنة مع حفل الفنان الكبير عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربية حيث لدينا مصرح معهد الموسيقى العربية لدينا ليلة طرابية للفنان محمد الطوخي وفرقتي الموسيقية وأيضا على مصرح الجمهورية حفل ساهر لي فرقة أم كلثوم وأيضا لدينا طلاب مركز تنمية المواهب كانوا يعزفون مختارات في المصرح المكشوف بأوبرا دار الأوبرا المصرحية